معنا من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي بداية حيدر طبعا نشاهد كثير من التغيرات السياسية لكن هناك توتر وهناك انسداد للأفق هل هذه المبادرات تلقى أصداء جيدة أم لا في الشارع السياسي الشارع السياسي ينتظر رد التيار الصدري بعد انتهاء زيارة الأربعينية في منتصف الأسبوع المقبل ويبدأ على أساس هذا الرد باتخاذ مواقفه ولكن العطافة الأبرز موجد هو موقف القوى السنية ممثلا بتحالف السيادة وموقف القوى الكردية ممثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذين أعلنوا بصراحة أنهما يؤيدان تشكيل حكومة بكامل الصلاحية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ولكن وفق آليات وأطر دستورية وهذا الموقف رحب به على الفور الإطار التنسيقي على اعتبار أن الجبهة السياسية الآن باتت واضحة القوى الكردية والسنية تؤيد موقف الإطار بتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وتذهب لحل البرلمان وفق الأطر الدستورية التي لم يكن التيار الصدري يريدها على اعتبار أن التيار الصدري يعتبر أي تفاهمات مع القوى السياسية الأخرى وخصوصا مع الإطار تعتبر أو سينبثق عنها حكومة وافقية أو أنه لا يريد أصلا الجلوس إلى طاولة حوار واحدة مع مختلف القوى السياسية التي شاركت في حكم العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا إذن كل المواقف الآن باتت واضحة باستثناء موقف التيار الصدري الذي ينتظره الجميع والذي بالتأكيد سوف يتضح خلال الأيام القليلة المقبلة من بغداد مراصلنا حيدر لاسدي شكرا لك حيدر